السلام عليكم والسعادة إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني نيابة عن أهالي المنطقة الشرقية أن أرحب بمقامكم الكريم وبصحبكم الكرام وأن أعبر لمقامكم الغالي عن سعادة جميع أفراد شعبكم الوفي في هذه المنطقة العزيزة من بلادنا بهذه الزيارة المباركة فأهلا وسهلا بكم في منطقة متشوقة لتراكم حاضرين بشخصكم الكريم تتفقدون أحوالها وترسمون مستقبل هذا الوطن وهم يرون في عهدكم الميمون إن شاء الله أمل خير وبركة ونناء لوطننا العزيز سيدي خادم الحرمين الشريفين لهذه الزيارة معاني كبيرة تدل على اهتمامكم بالمواطن والتأكيد على التواصل بين القيادة والشعب هذا التواصل الذي يمثل نمطا من العلاقة التي تتميز بها بلادنا والتي أسس لها الملك عبد العزيز رحمه الله ووثق عراها أبناءه ملوك هذه البلاد من بعده سيدي أنتم رعاكم الله تجسدون تلك القيم النبي لتفلا قد جعلتم التواصل مع المواطن وتلمسوا حاجاتهم وبناء جسور المحبة والإحترام معهم ديدانكم ويسجل مواطن المملكة العربية السعودية لكم هذا الحرص من الأيام الأولى لتوليكم مقاليد الحكم وفي هذه المنطقة نشهد لصاحب السمو الملك الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز ومن سبقه من الأمراء منذ عهد المؤسس رحمه الله بأنهم درجوا على ذلك السلوك الحكيم في قربهم وتواصلهم مع المواطنين ملكنا الكريم كانت الأحساء والقطيف قلب هذه المنطقة وقاعدتها وما زالت حاضرة العلم والثقافة ورمز التسامح والتعايش وواحة النخيل ومركز الطاقة اليوم في هذا الوطن الحبيب ومع الدمام والخبر والظهران وحفر الباطن والجبيل والخفجي وغيرها نمت في ظل دولتنا الفتية اكتمل عقد اللؤلؤ لمنطقتنا الشرقية وهي تحظى كغيرها من مناطق المملكة برعاية القيادة واهتمامها وتنال نصيبها من التنمية لينعم المواطن فيها بالأمن ورغد العيش وأبناء المنطقة يقدرون لمقامكم الكريم رعايتكم وعنايتكم في دعم مشاريع التنمية واستدامتها في منطقتهم وفي باقي مناطق المملكة سيدي أبناء المنطقة الشرقية لم يقصروا يوماً ولن يقصروا في المشاركة مع إخوانهم المواطنين من كل مناطق المملكة في خدمة دينهم ومليكهم وبناء وطنهم والدفاع عنها وقد مرت المنطقة الشرقية باختبارات عسيرة من قبل من تنكروا لدينهم ووطنهم وسفك الدماء البرية الطاهرة للمواطنين في بيوت الله والاعتداء على رجال أمننا البواسل دون وازع من دين أو ضمير وإنسانية ظنًا منهم أن ذلك سوف يزعزع اللحمة الوطنية إلا أن الرد جاء على ذلك الإجرام بتماسك وتلاحم الشعب مع قيادته سيد خادم الحرمين الشريفين تمر منطقتنا العربية بظروف غاية في الحساسية وعدم الاستقرار ووطننا جزء مهم من هذه المنطقة ومستهدف من أعداء لا هم لهم إلا محاولة زرع الفتنة وزعزعة الأمن الذي من الله به علينا أعداء يحسدوننا على ما ننعم به من أمن واستقرار وعلى ما حققناه من تقدم والمواطن يدرك هذه الحقيقة ويعي أهمية الوقوف في وجه أولئك الأعداء وما يخططون له سيدي أختم حديثي بالتأكيد على أننا في هذه المنطقة نقف صفًا واحدًا خلف قيادتنا للحفاظ على وطننا ونقدم الغالي والنفيس لتنعم بلادنا بالأمن والرخاء كيف لا ونحن تربينا على التدين وكرم الأخلاق والمحبة والتسامح واحترام الخلاف ونبذ العصبية وطاعة ولاة الأمر وفقهم الله ونعاهد الله ثم قيادتنا أن نكون لبنات صالحة في بناء هذا الوطن وخدمته والدفاع عنه وفي هذا المقام لا يسعني إلا أن أدعو الله جلت قدرته بأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحدود الوطن والمدافعين عن ترابه وأمنه وأن يمن بالرحمة والمغفرة على شهدائنا الذين استشهدوا دفاعًا عن دينهم ووطنهم وفي الختام أشكركم يا خادم الحرمين الشريفين وأدعو الله عز وجل بأن يحفظكم ويرعاكم ويدين معزكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر